اليوم بختام صباحنا يانيربين رح يكون هيك ختامة ميسك يعني يوم ضمن حلقتنا حاولنا نستقطب شرائح متعددة من الناس المشاركين بالمهرجان ومن كافة يمجل الصياف ووصلنا لفقرتنا الأخيرة مع طفلة كثير حلوة وبتاخذ العقل صحيح ليا دائماً بصباحنا غير الأطفال اللون موحبة خاصة والأطفال من حما اليوم كمان اللون مساحتهم لم يكن أطفال سوريا عبر الحرب عليها أو حتى قبلها إلا أو قبلها إلا و بصمتهم واضحة واليوم بختام صباحنا مثل ما قلتي يا ليا معنا الطفلة حصلت على المراتب الأولى بكتابة للقصة القصيرة والشعر معنا الطفلة الموهوبة رجاء صحيح 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 كيف كيفك رجاء الحمد لله تمام كيفك يا رجاء؟ نيحة رجاء يلا بنبلش نقول شي عال حما ماشي ماشي؟ جاهزة؟ يلا تفضلي قبل ما نبلش معك بالحديث نسمع فورا يلا تفضلي حبيبي هذه حماة مدينة سحرية وأنا مرؤ جمالها مسحور ياليت شعري ما أقول بوصفها وحمات شعر كلها وشعور أنا مشيت فجنة وخمائل أو أين ترت فأنهرن وجسور ياليت أني كنت فيها طائرا وعلى المناظر كلهن أطير وعلى المناظر كلهن أطير سينا الكاميرا يمكن إلى رهبت علي نحن كيف عائلون سلمت أمك خلينا نحكي معك رجاء شوي أي ما تبلجتي تكتبي مين بيشجعك هيك بالبيت أكتر البابا ولا الماما؟ اثنين اثن اثنين اثن بيضعمه البابا بيكتب شعر أحد الأمر فبسمع مننا أنا شغلات عن النحو واللغة كيف يعدو بيصلحوا لك تاخدي رأيون؟ آه دائم رجاء خلينا بس نحكي عن مشاركتك رجاء حاصي على المراكز الأولى بمشاركتك بالفصة القصيرة والشعر أيضا دعنا نحكي بشو شاركتي وكيف تفوقتي وشو الشي اللي تميزتي فيه لحتى حصلت على المرتبة الأولى كنت بالصف الرابع بمدرسة الإخلاص كان فيه بالأولمبياد العلمية شاركت بالقصة كان معنا الكاتب الكبير الأستاذ نظار نجار وطلعت بالمرتبة الأولى بالقصة أنا كتبت القصة وهي عبارة عن القصة بتألف من مقدمة وبعدها بتجي حبكة القصة وبالأخير تنتهي بخاتمة من قدم فيها عبارة لنا طيب رجاء خلينا نحكي شوي شو الموضيع اللي بتحبي تكتبية أكتر شي طيب بتكون عن الجلاء أو كذا موضيع يعني وطنية كذا بنا نقول تحبي تسمعينه شي تاني منك حضراشي عن الجلاء يلا يا عروس المجد تيه واتمحي يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهبي لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمي حر أبي لا يموت الحق مهما نطمت عارضيه قبضة المغتصبي من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخصي المهرة ولم نحتسبي كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعبي شرف الوثبة أن ترضي العلاء غلب الواثب أم لم يغلب شكرا لك خلينا رجاء نحكي شوي مين أكثر حدا غير والدك أثر فيك ومين أكثر حدا بتحبي تقريله من الشعراء أو الكتاب بتحبيهم بتحبي اسلوبهم غير والدك والدك الكاتب ليزار نجار هو كان لأنه معنا بالأولمبياد العلمي بالقصة لما أنا في ذلك هو اللي كان عم يدربنا حكي لنا حكي لنا عن القصة يلي شاركتي فيها ويلي تستي فيها كانت القصة عبارة عن طفل صغير كان ما بيحب العلم والدراسة شاف أبوه لما كان ضابط شون صار جريح وما قدر يكمل مشواره بالدفاع عن الوطن فقرر هاد الطفل يطلع ضابط ودرس واجتهد وطلع الضابط وكتبت أن العبرة من هاي القصة هي أن الواحد يحقق كل أحلامه شو ما كانت وأحلى حلم أنه دفاع عن الوطن رجاء خبلنا شو تعملي بوقت فراغي يعني بعد الدرس من نقرأ من نكتب ولا شو بتحبي أكتر شي هيك تعملي بوقت فراغي لحتى تنمي مواهبك أكتر وأكتر بقعد بكتب يومياتي أو كذا وبعذف كمان تحبي العذف على قاتل وشاركي بدورة رجاء قبل ما ننهي حديثنا حبت تقول لنا شي طاني كمان شي طالث لا ما عندي شي خلال لكن خلينا هيك قبل ما نختم حكي لنا أكتر يمكن قداش مدينة حما بتحبيها بتعدي هون مثلا بتشوف الناعورة بتكتبي شي عن الطبيعة بتحبي يعني بيساعدك الطبيعة هون أنا كنت تكتبي وتقبل عي اي هلا أنا من الزمان كتبت قصة عن حما بس نسيان تمام ذكرت مني دايما أنا أحيانا بجي لهون كل جمعة وبتطور مع النواعير وبروح العاطي وبروح على الجسر نعم شكرا كتير لإليك يا رجاء سعادي كنت معنا حاصة على المرتبة الأولى بكتابة القصة القصيرة والشعر شكرا لإليك حبيبي أهلا شكرا إليك كتير